تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأخيرة من توب 5 في سنة 21 ولأنها الحلقة الأخيرة في هذه السنة عشان نحدد قررت تكون توب 10 ليش توب 5؟ وكان موضوع حلقتنا اليوم بسيط جدا لو إجيت بعد سنتين ثلاثة حاولت تذكر شو صارب 21؟ شو ممكن الصور اللي تخطر على بالك حلقتنا اليوم عن 10 صور؟ أنا أتوقع شخصيا رح تخطر على بالي بعد سنين وأحكيها للناس المهم أنتوا كمان بالتعليقات تحكولي شو في صور أنا ما ذكرتها؟ نبدأ بصورة مستحيل ينسها أي مشجع لكرة القدم صورة دموع ليونيل ميسي خدعنا فهمنا أنه ليونيل ميسي حيجدد وإعلاميين وصحفيين ونشروا الأخبار وبلشنا نستنى خبر التوقيع وفجأة بتيجي الأخبار لا 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 ميسي مش رح يجدد فجأة بتيجي الأخبار أكثر وأكثر ميسي عنده مؤتمر صحفي للرحيل وبيخرج ميسي بدموع شهيرة بيبكي بيرحل لتكتب صحيف تسبورت وقتها برشلونة تبكي مع ليونيل ميسي وهو وصف حقيقي وربما مش بس برشلونة ربما جماهير كثير ما بتشجع برشلونة بكت أو حست بالتأثر لما شافت هذه الصورة ليونيل ميسي كان له طول حياته في برشلونة نادي ومدينة عشان هيك فيه مقابلة صحفية بعد شهور ابن الرحيل قال ما كنت عارف كيف رح عيش في مكان ثاني أنا طول حياتي هذا موطني برشلونة وحننوح في صور اليوم بين كرة قدم ورياضة وعشان هيك صورتنا الثانية واحد شبهو بميسي في مقارنته مع لبرونجامز ستي بن كاري رقم قياسي في الثلاثيات 1974 ثلاثية وصورة تاريخية مستحيلة اللي بيحضر كرة سلي ينسوها كان عم بيزيح الأسطورة راي ألن من رقمه القياسي من حيث الرميات الثلاثية وكان المعلق عم بيقول الرجل اللي غير اللعبة اللي احنا بنعرفها وقصده عن زيادة شعبية والاهتمام بالرميات الثلاثية في الان بي اي صحيفة ليكيب كتبت بوضوح قائد ثورة التزديد في دور كرة السلي الأمريكية للمحترفين من أذكر لحظات وقتها انه مدربه أخذ وقت مستقطع عشان يخليه يحتفل وقلبة الدنيا احتفالاته كأنها مش مباراة لأنه رقم قياسي تاريخي خلجته هذه الصورة والروعة السورة الثالثة وعربية وبكل فخر كان فيه كأس عرب رائع عظيم فنيا أهداف جميلة ما بتنكي وكان فيه استضافة رائعة ومميزة من دولة قطر بطول كثير فيها صور رائعة مستحيل ننساها ورح تظلها في ذاكرتنا لكن ربما شاءت الأقدار إنها تكون الصورة الأخيرة صورة صعبة تنساها كرويا وعاطفيا بنفس الوقت ياسين إبراهيم بواجه المرمى خالي بعد ما تونس حاولت تجيب التعادل فاندفعت بكل ما لديها حتى بحارسها فواجه ياسين إبراهيم المرمى من دون أي دفاع من دون أي حارس صورة كثيرة انتشرت صورة تاريخية كأنها بتقول النهاية كانت عشان تتذكروها دايما نهاية غريبة لبطولة عظيمة صعب ننساها بطولة رجعت ملاشك حب مشاهدة كرت القدم كعائلات والمفروض تكون أشهر صورة فورمولا والنبو 21 صورة تتويج ماكس فرشتابن بالبطولة لأنه ببساطة أوقف سلسلة هاملتون أوقف تفوق هاملتون لكن اللي حصل مش هيك أشهر صورة حتكون في ذاكرتنا لسنوات عن سباق 21 والجائزة الكبرى اللي أقيمت في أبوظبي اللي كان فيها الحسم صورة السيفتي كار صورة سيارة الأمان اللي تم استخدامها فقلبت حسابات السباق فعكسة التاريخ ربما ومنعت هاملتون من أرقام قياسية ممكن ما يجيبها حدا بعده وحتى في كلام لليوم من بعض المسؤولين والمهتمين بالفورمولا وان ربما تكون هذه السيارة تسببت بتسريع اعتزال هاملتون للفورمولا وان في تلك اللقطة وثاني يوم كنت عم بسافر على السعودية عشان أشوف مباراة برشلونة بوكاجي أونيورز كان كثير فيه بريطانيين موجودين أمريكان موجودين جايين يحضروا السباق في أبوظبي وراجعين على الرياض وانا معهم كنت عم بسمع الجميع بتكلم عن شغلة واحدة شو قصت هالسيارة شو اللي صار بالسيارة كانوا كلهم مصدومين بالسيارة السيفتي كار أكثر من صدمتهم بشاب واعد جدا ممكن يحقق أرقام رهيبة هو ماكس برشتابن وروا عصورة جديدة والثواني الأخيرة من نهائي يورو 20-20 كيليني بيرتكب هفوة تحت ضغط شعب ساكا لاعب أرسينال ساكا خطف الكرة انطلق فرصة لإنجلترا تسجل بكل بساطة راح مسكه وعمل له فاور أخذ بطاقة صفرة فيه لكن في النهاية هذه اللقطة كانت إيطاليا بتلعبرك للترجيح وبتفوز بكأس أمم أوروبا اللي تصبح تلك اللقطة اللي كانت لوهلتها هفوة من كيليني اللي يقول عنها مورينيو كيلينيو بونوتي لازم يروحوا على الجامعات يعلموا الدفاع للناس كيف يدافعوا في عالم كرة القدم صورة تحولت لممز بعديها والناس تستخدمها للسخرية مرة كيليني بيمسك الكأس ومرة كيليني بيمسك أحلام إنجلترا صورة ساهمت بالتأكيد بزيادة الغضب والحملة العنصرية اللي صارت تجاه اللاعبين الإنجليزي اللي أهدروا ركلات الترجيح صورة كيليني نفسه مش حينساها وأعتقد بعد سنين رغم إنها فول حيظلوا يفتخر فيها لأنها كانت ردة فعل سريعة أنا غلطت أعمل فول تكتيكي خذ بطاقة صفرة هذا هي كرة القدم وما حاولت أأذيه أنا مسكته بس وروا على صورة جديدة وأنا بحب ديوغوفيتش ومستحيل أنسى الإحباط اللي عشته في تلك الليلة ومستحيل كثير من عشاق ديوغوفيتش ينسوا الإحباط في تلك الليلة اللي ربما كان بحجم إحباط ديوغوفيتش نفسه طبعا ولي ما بحبه لما يشوف هذه الصورة اللي بنحكي عنها اليوم من توب تن صور رياضية بواحد وعشرين حيقول الصياحة اكترب يا ديوغوفيتش كان ديوغوفيتش عنده فرصة يفوز بكل بطرات الجراند اسلام في السنة واحدة وهذا سوبر جراند اسلام جراند اسلام عظيم ذهبي ما حققه حدا من سنة 1969 وقتها كان في لاعب اسم رودلافير فاز بي تلك الرباعية الجميع بيستنى نهاية امريكا المفتوحة ديوغوفيتش مواجه الروسي ميدفيدر صحيفة ليكيب قبل المباراة بتكتب بتقول اليوم ربما نعرف من هو أفضل لاعب تنس في التاريخ لأنه بيكون ديوغوفيتش لو فاز بي تلك المباراة صار اكتر واحد عنده جراند اسلام لأنه حيفك الشراك اللي بينه بين فدرل وندال بعشرين لقب وايضا حيكون حقق شيء ما حققوها ذول الأساطير اللي لعبوا معاه ولا اللي قبلوا من سامبراس وغيره فحيكون عنده رسالة وحجة قوية أنا الأفضل بالتاريخ لكن اللي صار عجيب غريب انهيار ذهني ديوغوفيتش عم بيبكي ديوغوفيتش دموعه صراخه مش قادر يلعب تركيزه راح الضغط والأحلام وكل شيء لما دخلت مخه انهار تحتها وخسر بواحدة من أسوأ مواجهاته اللي خادها في مباراة نهائية للقراند سلام صحيفي صربية كتبت ثاني يوم قالت كنا نتوقع الجمهير والشوارع وزوامير السيارات كانت الصحف منسقة مع المصورين انزل وجبونا الاحتفالات لما يفوز ديوغوفيتش بدل ذلك شوارع صربية هادئة اطفئت الأنوار الناس نامت حزينة في صربية مثل ما نام ديوغوفيتش أكيد حزين من يومها لليوم كثير صحف كتبت ثاني يوم عن هذه الخسارة لقد كانت إما يوم أمس أو لا للأبد يعني ضيع فرصة ربما ما تنعاد ونروح على صورة حزينة الواحد كل ما يشوفها بالذور اللي يقول الحمد لله على الصحة و الله يحمينا من ضربات الفجأة وموت الفجأة في الدقيقة 41 من مباراة الدنمرك وفلنة مباراة مش كثير كانوا ناس تشوفها ولا مهتمين فيها لكن أصبحت أهم مباراة ربما في يورو 21 الركسين بيسقط أهم لاعب في الدنمرك وأشهر لاعبينهم بيسقط واللاعبين الدنمركيين بيحوطوا في الأخبار تبليش توصل الركسين مات الناس تحزن دموع رعب لكن مواقف بطولية خاضها لاعبين الدنمرك أولا بمنع الصور ثانيا بتدخل سيمون كاير قائد الفريق ومحاولة عمل إسعافات أولية تدرب عليها طبيا وعلميا يعني مش انفعلوا بس حاول يعمل شي ثم استطاع الأطباء إعادتوا للحياة كما وصفوا الموضوع وحتى طبيب الدنمركي قال لقد خرج من هذه الحنوية لكنه عاد إليها طبعا بالمفهوم الرمزي زي ما بنعرف لأنه اللي بروح ما برجع في هذه الدنيا ثاني يوم الصحف المعروفة بالعنوين المثيرة كلها محترمة وتتعامل مع القضية بطريقة حزينة عاطفية صحيفة ديلي إكسبري سيب تكتب كرة القدم تدعو من أجل إيريكسين ولكيب كتبت مباراة من أجل الحياة إيريكسين طبعا نعرف إنه الانتر فسخ عقده بعد ذلك نتيجة قوانين في إيطاليا عشان مسألة القلب إيريكسين في تلك الصورة الحسينة وصل للناس مسيج في شي غلط في كرة القدم وبنعرف إنها كملت هذه السنة بحالات كثيرة في القلب في شي عم بصير غلط ما تعودنا عليه في هذا المجال وبعرف حد قلولي المصارعة تمثيل بس يا أخي أنا بعتبرها رياضة استعراضية وبحضرها من أنا صغير وواحدة من الصور اللي بحبوا المصارعة إلا يكونوا شافوها بسنة 21 وحيتذكروها لأنهم كانوا يستنوها بس في مكان ثاني كانوا يستنوا عودة سي أم بانك لـ WWE لكن اللي حصل سي أم بانك بيرجع لشركة ثانية منافسة AEW في شهر أغسطس عم بيرجع عم بتفرج على الجماهير عم بيعيش جو مصدوم الناس فرحانة في أكثر من أي حدث رياضي شافوه هذه السنة الكل كان يستنى شخصية مميزة لعبة في WWE قدمت أداء سواء في الحلبة أو على المايكروفون وراهي بين سي أم بانك عم بيرجع عم بيكون بي مقابلة قبل أيام بس مع أي أسبيل أنه بقول تلك اللحظة لما شفت فرحة الجماهير واستقبالها إلي بعد عودتي بسنوات أهم لحظة في مسيرتي كلها في عالم المصارعة طبعا بنرجع نقولكم بعرف إنها تمثيل فيديو عودت للعلم حقق 12 مليون مشاهدة وهو من أكثر فيديوهات المصارعة بـ 21 مشاهدة وتخيل تكون ما شجع مانشستر يونايتد وممنوع تقول سي وأنت اللي جايب رونالدو وبلشت مسيرته لما رعى ريال مدريد وهناك طلعت السي واحتفلوا فيها جماهير ريال مدريدي كثير واحتفلوا فيها جماهير يوبنتوس كثير كان من حقك تحكيها في الملعب مع هدف من أهداف كريستيانو رونالدو وهو لابس القميص الأحمر كل ما نعرف القصة كان رونالدو رايح على مان سيتي فريكسون حولوا ليونايتد وجاءت مباراة نيوكاسل أول مباراة لرونالدو ظروف إدرامية رونالدو خطير دائما في المناطق الخطيرة حاول مرمى نيوكاسل فبسجل الهدف الأول وبيجري وبينطلق بالسي الشهيرة جماهير مان يونايتد كأنها كايمة تتدرب من أجل تلك اللقطة بتقدم شيء أقرب للاستعراض الجماعي بصرقة جماعية بوجوه فرحانة وكأنه ذلك الهدف كان هدف حسم دور الأبطال الجميع كان يستنى تلك اللحظة العظيمة من لاعب جابوه شاب طوروه ذهب لف العالم حمل أمجاد ورجع ليحكي معهم سي كلهم مع بعض تليغراف كتبت بعد تلك اللقطة لقد كانت عودة ذهبية من رونالدو ونروح ونختم آخر صورة في الأولمبياد كثير كان في صورة عظيمة وجميلة جدا بس أنا بتكلم أنا بحكي عن حالي لو أجيت أتذكر شو رح أتذكر طبعا أكيد الأبطال العرب اللي شرفونا وجابوا إنجازات ومداليات حنتذكرهم بس أنا بحكي تكلم هنا بعموميات ما بتكلم بصفة عربي بس أنا لما أجي أحكي أولمبياد 21 أطول بروح عقلي على صورة واحدة البطل غير المتوقع جميعنا بنعرف إنه معتز برشم بالقفز العالي أسطورة اللاعب كبير وكنا عارفين إنه حيجيب مدالية كبيرة في الأولمبياد أصلا كان لازم يجيبها بالريو دي جانيرو مش هنا المفاجأة المفاجأة كان بمنافسه إيطالي صورة اختارتها واشنطن بوست من أهم صور الأولمبياد الإيطالي جيان ماركو تامبيري عم يحتفنوا معاه الجبس الطبي بإيده وذلك الجبس كان على رجله في أولمبياد 2016 وكتب سنذهب إلى توكيو عليه وفعلا جاء إلى توكيو وفاز وقال بعد ذلك بعد المفاز بالذهبية قال لابا نصبت بـ 2016 قالوا لي على الأغلب ما رح ترجع تنافس في هذه الرياضة دورك على رياضة ثانية ما بتعتمد على الأقدام كثير وختم كلامه بقوله لقد تحقق اليوم حلمي كان تامبيري وكان رونالدو وكان ميسي وكان ديقوفيش وكانت أسماء أخرى جزء أساسي وحقيقي من تجربتنا الرياضية بـ 21 اختزلتها عشر صور شاركتها معكم وبستنى منكم اتشاركوا معي الصور اللي أنا ما حكيتها في التعليقات وتتعامون باللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله